كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي الأحد عن تفاصيل العملية النوعية التي استهدفت شبكة لمرافق لوجستية الطائرات بدون طيار وهي تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سنع وقال المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت مساء السبت عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة بصنعاء